زور المرضى أن أدعو إخواني هل يذكر نحن بصحتنا يا شيخ؟ نعم يذكرك بصحة بالنعمة التي أنت فيها و أيضا والله يا إخواني فيها زيادة للإيمان سبحان الله فيها حسنات و أجور يعني من عاد مريضا في الصباح و في النهار يستغفر له سبعين ألف ملك حتى يمسي و من عاد مريضا في المساء يستغفر له يا أخي الكريم يا من تشاهدني والشيخ عبدالله سبعين ألف ملك حتى الصباح و كما جاء سبعين ألف ملك؟ نعم ما أص الله طرفتين و غيرها من العجور و كذلك حق المسلم على المسلم و منها عيادته عيادة مريض زره يا أخي الكريم يزيد إيمانك والله زرت قبل فترة شاب و ما أترحمه الله يعني دخلت المستشفى مثلي مثل غيري نفكر في الدنيا في الأموال في كذا طلعت من عنده يا أخواني لا أخفيكم قلت بس بروح البيت عند عيالي و أسلم عليهم والله يا أخوي الكريم قلت لو أمشي شيخ يعني بدون حذاء لو أكل خبزة والله أني في نعمة نعمة والله يا أخواني مرة زرت لي شعب كبير في مستشفى و فيه سرطان أظن كان في بطنه منتفق الله والله يا أخواني ما أدري يعني رد عليه السلام ولا لا أظن نعم الشعب رد لك هذاك واحد ثاني سلمت عليه ما هو بيمي من التعب النفس يكذب ما هو بيمي الآخر بعد فيه سرطان ما أدري رد عليه ولا لا أعرفه السلام عليكم و رحمة الله ما أدري رد ولا ما هو بيمي فيه عالم ثاني أخوان يعني هذا لو تقوله أقرأ قرآن يمكن يستطيع يدوره العافية بل لا أعرف بعضهم يا شيخ مريض يوم الأيام حتى الفرايض يعني قصر صار يصليه وجالس قام يضيع الحين ما في راس المال الحين في الفرايض النوافل الله مستعان طب وين هو حين هو يفكر يقول النوافل ما صليتها طيب لو أنك قبل استغليت لو زدت الآن تكتب لك الآن نقول الفرايض و مع ذلك يقول شديدة علي لأنه مريض هو ثقيلة ثقيلة والله لطيف بعباده فاتقوا الله ما استطعتم فأنا أقول زروهم اسمعوا أمانيهم يا فلان قلت وصيني بعد ما في باس تأخذ وصيف المريض ترى وصياهم صادقة لأنه يعلمك شيء كان يتمناه تطلع من المستشفى و قلبك و صدرك منشله وتتذكر نعمة الله عليك وتجسد فرخيك كذلك النقطة الثانية يا شيخ الفراغ الفراغ ترى من نعم الله علينا أن يوجد عندك فراغ يا مسلم واليوم الحمد لله في بلادنا أمن وإيمان سالله يديم علينا و عليكم ولا تمرنا والمسلمين أجمعين و أنت في البيت الآن تجيك أغراضك لعندك بالتطبيقات يا شيخ تضغط على طول الزرجة كالأكل عند باب بيتك الطلبية تأتيك من خارج المملكة لعند الباب بيتك هل تستطيع بس تقرأ قرآن تصلي تصوم و مع ذلك فرطنا على الفراغ الذي عندنا نجد فيه تفريط انظروا للإخوان الذين وفدوا علينا من بلدانهم بعضهم كنا عزيز عند قومه و لكن أتى يبحث عن الرزق و الله يرزقهم بعضهم يا شيخ ما يجد وقت حتى ربما يغتسل ما يمديه و إذاك في المسجد نصلي جنب أخوانا ما هو بوقت حنا ندعوهم لا شكرا واحد تنظم بس يوم ما عنده وقت دوب خلص دوب بس يصلي بيروح بس يفكر كيف يأكل و يشرب و يصلي و مع ذلك ما شاء الله عليهم يعني همتهم العالية على التعب نجدهم في المساجد ما شاء الله في عنده فأنت حمد الله يا أخي نجد عندك فراغ فاستغل له يا عبد الله خصة الشباب الرجال النساء أو قاتل يا شيخ اليوم براحة على الجوالات ترجمة نانسي قنقر